تتصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل غير مسبوق وتتزايد التحذيرات مع ازدياد في عدد الأسر المحتاجة لمساعدات عاجلة آخر تلك التحذيرات ما تضمنه تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمية الذي حذر من أن اليمن يوشك على السقوط في براث أزمة جوع كارثية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر من العام الجاري أرقام مهولة تؤكد أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون حاليا إلى مساعدات غذائية يصل إلى 17 مليون وأربعمائة ألف شخص من أصل أكثر من 30 مليون شخص وتواجه نسبة متزايدة من السكان مستويات ضارئة من الجوع ومن المحتمل أن يصل عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية إلى رقم قياسي يتجاود 19 مليون شخص خلال ديسمبر القادم ومع ظروف الحرب واستمرارها أشار التقرير إلى ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون السن الخامسة في جميع أنحاء البلاد حيث يعاني 2 مليون ومئتي ألف طفل من سوء التغذية من بينهم أكثر من نصف مليون يعانون من سوء التغذية الحاد مما يهدد حياتهم بالإضافة إلى نحو مليون وثلاثمائة ألف إمرأة حامل أو مرضع يعانين من سوء التغذية الحاد أيضا ويقول برنامج الأغذية العالمية أنه يحتاج إلى ثمانمائة مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة لتقديم المساعدات الكاملة إلى ثلاثة عشر مليون شخص تقدم لهم المساعدة حتى الآن ومنذ بداية العام إذ ضر البرنامج إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف أي ثمانية ملايين شخص بسبب نقص التمويل وبهذه التخفيضات لا تكاد تحصل الأسر على نصف الحد الأدنى من سلة الغذاء اليومية لبرنامج الأغذية العالمية ولا يزال خمسة ملايين شخص من الفئات المعرضة لخضر الإنزلاق في ظروف المجاعة يتلقون حصص غذائية كاملة